تبعت المباراة كجمال مغاربة لأن فارق رجاء بداوي كان تيمتل مغاربة وتيمتل كرة القدم الوطنية بكل صراحة اللاعبين ادودكشي عليهم يمكن الليليميناسيون كانت في كازا لأنها محقوش نتيجة إيجابية لكن جوجو جوجو ما في ذلك الملعب في ذلك التوروف بكل صراحة كانت نتيجة جدي إيجابية ولا عبير رجاء بينه بأنه عندهم ذلك الشخصية دي الفارق الكبير لحد بتاتهم في الآخر في ضربة ترجحية الفارق في فاق ستيف لكن الغريب هو أن أخا كانت لكاليفيكاسيون دي ستيف ولكن تتكرف سوديك الناس ما فهمش لقدر الله كونداز الراجع يمكننا نشوفوا شي حاجة بيغ من ذلك شيء نسمدون نقولوا بأننا إحنا إخوة مع إخوة مع جزائريين لكن يعني في كل مرة وفي أي فرصات يبينوا بأن يعني تيكنوا بكل صراحة واحد الحقد مع رشنا ومزعم الدوافع دياله إننا جاء المنتخب جزائري اللعب هنا الفارق تجيهنا تكون استكبر في المستوى يعني ما مع مرة حصلات أولوي ومتسجلات أولوي يعني حالة دي الاعتداء على الجماهير ولا اللاعبين للفارق الجزائري اللي جاءت لعبات في المغرب لكن للأسف ذك شي اللي شفنا في لف شوف تيفي ولف يعني في قنوات أخرى أو لف صحفة كل صراحات يبين بأن خصنا الرجع الأوراق ديالنا نتعامل بشنا تعامل مع الفارق اللي تتقبلنا عندها لا في جزائر ولا في حتى في دول إفريقية أخرى ما يعني ما تيليقش بالعلاقات اللي تنقولو سواديزون أخاويان ما بين شاب جزائري والمغربي نتمنى أننا لا كاف هاد مرة تنصف يعني الكرة القدمة طواني على الأقل بمعارش توقف يعني المسؤولين ديال الفارق الجزائري اللي ندكش لدار وصمات عارة لا الجابين الجزائرية مصفا عن ما مشاغل الناس ديال الرياضة نتمنى أننا إحنا كالجامعيرين ما نتقترش بهذا الشيء ولا قدر الله وجاشي فارق جزائري المغرب قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارتاجوا الى كونتونيو في الغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديرو جامل ولا بغيتو تشوفو شاشة تشوف تيفي انسامبل كليك في هاد البوتان وما فيها بس إلا خليتوشي تعليق تعبرو فيه على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقاداتكم